أهلا بكم مشاهدين مرة جديدة في بين قوسين وعنوين الحلقة هي هل ممكن أن تنتهي أزمة كورونا بدون إيجاب اللقاح ومتى سيأتي هذا اللقاح أيضا وبعد كورونا هل سينهار النظام المالي العالمي أو ممكن دول أخرى أيضا تطال بتعويضات كبيرة وضخمة إلى الصين بسبب تباطؤها في التعامل مع أزمة كورونا كل ذلك العنوين وعنوين أخرى سأتناولها مع الدكتور طلال أبو غزالة وهو عامل معرفة أهلا بك معنا الدكتور طلال شكرا للمشاركة السؤال الأول هناك دول أوروبية بالتحديد وأيضا الغرب ممكن أميركا أيضا يقول أنه ممكن يطالب الصين بتعويضات ضخمة وكبيرة بسبب عدم أو البطء بالتعامل مع انتشار كورونا صحيح كان هي سيطرت داخليا الصين ولكن هم اعتبروا أنه استوردوا الأزمة منها وبالتالي تحتم خسارات كبيرة جدا لهذه الدول باقتصادياتها من جراء الإغلاق الاقتصادي وما عنده نفس الإجراءات ايش بترد على هذه الممكن المعلومات وين ممكن أن الصين هنتشهد مقاطعة في المستقبل من هذه الدول بيصين في تغيير بالتحالفات الاقتصادية مقاطعة أوروبية مقاطعة غربية مقاطعة أمريكية سؤال شاغل الناس بتحدثوا فيه ولكن إذا أخذوا أولا من موضوع علمي وبأسلوب علمي لم يثبت أن هناك طرف متسبب لم أرى أي مستند وأنا أتابع الموضوع بدقة كبيرة وبصورة مستمرة ليس هناك أي مستند أمامي يقول بأن دولة معينة ومثلا الصين هي التي كانت السبب فيها شرع هذا الوباء ثانيا حتى لو قلنا أنه لم يكن السبب هل هي بابتبار أنه ظهر عندها ومنها انتقل العالم وأنها كما يدعي الرئيس ترامب وكما تدعي كثير من وسائل الإعلام الغربية أنها لم تكن شفافة في الإبلاغ تحت أي مادة في القانون الدولي مطلوب من أي دولة أن تكون شفافة في إطلاع العالم على ما عندها من أمراض هل هناك مادة في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الـ WHO هل هناك في القانون الدولي لماذا تنص أن على الدول أن تبلغ المجتمع الدولي عندما تصاب بأي مرض أو أزمة فإذن من ناحية القانونية أنا لا أرى أن هناك أساس أنا أعتقد أن هذه حملة للضغط للسببين السبب الأول لتبرير أي نقص أو تقصير من أي سلطة في إحدى الدول بتحديدا أمريكا وأوروبا بأننا نحن لسنا المقصرين المذنب أو المذنبين تقصيرنا ليس هو السبب السبب هو أن الصين لم تبلغنا عن هذا الوباء لم أسمع أو بالسابقة أن الدول قالت هكذا كلام وطالبت بهكذا تعويض أيضا لو نسينا حتى الحقوق الدولية والقانونية أنه أمام وضع المجتمع الدولي كله فيه هو المجرم دول العالم كلها بما فيها المجتمع والمدعية قد صرفت مليارات في اختراع أوبئة فينالك مختبرات في العالم كله يشتغلوا على اختراع الأوبئة بحجة أن اختراع الأوباء يساعدني على اختراع المضاد له هذا الكلام غير وارد كان يجب أن تصرف هذه الأموال على دراسات استباقية للأوبئة القادمة وكان بكثير وهناك تحذيرات وهناك جهات أمريكية داخلية مسؤولين أمريكيين قالوا أن أجهزة المخابرات بلغت بأن هذا الوباء سيشكل خطر ولم يؤخذ بذلك أي علم أنا لا أقول أن الصين مخطئة ولا أمريكا مخطئة أنا أقول أن هذا البحث هو بحث نظري سياسي إعلامي لجدوى منهم نعم دكتور طلال السؤال أيضا المهم وشاغل للناس أنه كيف ستنتهي الأزمة هل ستنتهي بعد كسات كبير ورقود عالي بعدين الكسات ممكن أو ستنتهي بعد إيجاد المصل حتى لو وجد اللقاح ممكن كمان ما نرجع إلى الأمور ستتغير كل الأمور رأسا على عقب وحدها تقيلت أنه سيصير فيه كمانا نوع من حرب عسكرية أو صدام عسكري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم لأن أمريكا مع الصين طيب هالسيناريو بعده موجود إذا الناس والخبراء يعرفوا هذه الأشياء منذ عدة شهور أيضا الغرب يمكن على علم لماذا ينتظر هذه اللحظات لماذا سينتظر أكتوبر مثل ما تفضلت أو الشهور المقبلة والكل عارف بهذا الموضوع أشكرك أولا يمكن أحد الأسباب لإطلاق هذه الصيحة الآن خصوصا من أمريكا وهناك في إحدى الولايات الأمريكية قدمت دعوة بالمحكمة بالمحاكمة الأمريكية تطالب بتريليونات تعويض من الصين هذا الموضوع لن ينتهي إلى أي جدوى لأنه ليس هناك أسس قانونية عليه ولكن قد يكون هو أحد الأسباب التي تحضر للحرب لأننا قد نزد أنفسنا أمام وضع في أمريكا أن أمريكا وصلت إلى مرحلة من الكسعد وأنا قلت هذا الكلام من سنة 2017 موجود على كل الوسائط والصائد قلت أننا في هذا العام نواجه أزمات كثيرة وعديدة الكورونا هي إحداها وقبلها كان هناك أزمة أقصادية عالمية ولكن أضافت هذه عنصر جديد لإضعاف الاقتصاد أكثر فإذن الذي أنا قلته هو أن العالم سيجد نفسه في وضع وقع أنا هنا نريد أن أستعين بمركز أبحاث أمريكي مركز ديروسات يعني مش كلامي قال أن الأمور ستصل إلى مرحلة من السوء في الاقتصاد الأمريكي لدرجة أن أن يضطر الرئيس الأمريكي أو أمريكا أو ترامب أن يضطر لأن يصطنع حرب حرفيا الكلام في الدراسة يقول أن أمريكا قد تصبح مضطرة لأن الحرب دائما كما حصل في الكساد الكبير في عام 1929 حتى 1934 هذا الكساد انتهى أيضا بالحرب العالمية الثانية الأولى فإذا نحن نتكلم عن عوامل اقتصادية تفرد حربا لماذا أنا قلت أكتوبر سبتمبر لأن هذا هو تاريخ توقع وهذا أيضا توقع مركز أبحاث لأن أنا لا أبتدع ولا أخترع ولا عندي مصدر معلومات خاص أنا أدرس التقارير لذلك أنا دائما زمي نفسي عام المعرفة أدرس كالطالب وأحلل وأستنتج المتوقع أن من ضروري أن يقوم الرئيس بمواجهة الوضع السيء عندي تقريرا صندوق النقد الدولي إذا تطلع عليه الأخير يقول لك أن ناتج القوم الأمريكي سيكون سالب أي ماينس ماينس في هذا العام ماينس 10% يعني في انكماش 10% بدل النمو وأيضا هذا كل المؤشرات وهذا ينطبق على كل دول أوروبا ودول العالم كلها ستنتهي هذا العام بمؤشرات سلبية إذا لن يستطيع الرئيس أن يدخل في انتخابات ووضع الاتصادي هكذا فأنا في نظري أن الموعد الأقصى الأقصى لهذه الحرب هو هذا التاريخ ولكن المواجهة التي أسمعها الآن فالتعاوني أظن أن التاريخ سيكون أقرب من ذلك وآخر المؤشرات تصريح لرئيس الدفاع الحالي في أمريكا أسبر الذي قال فيه أن علينا أن نستعد لحرب والعنوان كان كعنوان الكبير أن الأمور وصلت إلى مرحلة من الحشد العسكري من الطرفين التي تؤدي إلى حرب قال أسبر أمامنا عدوان إذا نذكر شنيان أبلو وزير الدفاع الأسبق قال أمريكا لها ثلاث أولويات ثلاث أعداء أمريكا أمريكا عفوا الصين 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 أي أن أمريكا لا ترى أمام عدو إلا الصين أسبر في الأسبوع الماضي قال أن أمامنا عدوان الصين وروسيا هذا بعد جديد لإضافة روسيا إلى المعادلة وأنا كنت دائما أقول عندما نتكلم عن الصين يجب أن نترك أن نتكلم عن روسيا أيضا لأنهما طرف واحد في كل الأمور السياسية والعسكرية والمالية وكل ما يمكن أن يؤثر في هذا العالم إذن نحن أمام مرحلة سيتواجه فيها الصين ومعها روسيا إلى أمام أمريكا وحلفاءها حلفاءها المشكلة أنه أصبحت أمريكا في وضع صعب لأن حلفاءها أغلبهم لم يعودوا حلفاء متحمسين بسبب السياسات والظروب في اللي صارت وبما فيها الكورونا الكورونا هي دليل على أن هذا العالم ليس فيه أي اتفاق أو تعاون أو شيء ما يسمى من العولم العولم انتهت العولم انتهت ومنذ قال الرئيس ترامب أمريكا فرست النظام العولمي يقول قلنا فرست ويجب أن نضع معايير لمصلحتنا كلنا وليس لمصلحة بلدي أنا فإذا كل دولة قالت أنا فرست معناته نحن أمام عالم متصادم كله الكورونا حتى أختم بهذا السؤال سامحني الكورونا ما ردتش عليك بسؤالك الكورونا لن تنتهي إلا بشيئين اختراع المضاد واختراع الدواء الاثنين يعني إذا لم نستطع أن نجد بكسين نجد بكسين لن نستطيع أن نوقف هذه العملية لأنه سيلف هذا الوباء يطلع من الشباك ويدخل من الباب إلا أن نجد الفكسين وهناك كثير كحونات أن فيه هناك اختراعات ولكن هذا ليس المطلوب المطلوب أن هذا الاختراع أولا أن يفحص ثانيا أن يعتمد من الف دي اي أو من مؤسسات الاتراف بالأدوية وبعد ذلك أن يدرس آثاره الجانبية المستقبلية لأن هناك كثير من التكاهنات بتعالج مرض ولكن سينتج عنه أمراض أخرى فإذا أنا لا أتوقع أن تنتهي هذه العملية لأزمة الكورونا في أقل من سنة وفي هذه السنة إذا كنا توفقنا بأن ننتج الفكسين ليمنع المرض ود العلاج ليعالج من أصيب بالمرض تدخل في مرحلة كبيرة جدا لأنه يجب عليك أن تضع الفكسين لسبعة مليار إنسان في العالم معناته الفكسين هذا يتوزع كل فرد على الكرة الأرضية لأنه لو فرد واحد ينقل لواحد والواحد عشرة والعشرة المية والمية الألف هي عملية يعرف العالم كل هذه الصعبة وتعرف الدول أنها أمام أزمة لم تواجهها البشرية من قبل من نوعها ولذلك تريد أن تلقي اللوم على غيرها مش أنا المقصر ولا أنا كان بإمكاني أعمل أحسن من لازم يكون في جهة أخرى يعني كمان اللوم ألقي على منظمة الصحة العالمية كمان الرئيس ترامب قال أن المنظمة العالمية للصحة WHO هي مسؤولة ولذلك سأوقف دعمي لها المالي الموضوع كبير جدا في هذه السنة سينحصل ما أنا أسميه كساد أكبر أي أن هذا الكساد سيكون أكبر من كساد بداية القرن الماضي أحن أمام كساد القرن الماضي اللي جاء بالحرب العالمية الثانية الكساد هذا سيأتي بالحرب العالمية الثالثة وهي من نوع مختلف أنا لا أقول أنه في جيوش كما حصل ستحتل وتدمر ولا خير لا هي ستكون حرب استفزاز بين الطرفين لهدف واحد أن أمريكا تشعر بأن الصين أصبح وهذا ليس كلامي هذا كلام كسنجر وفي محادثة حديثة من ثلاث أيام بين جيمي كارتر وترامب قال فيها جيمي كارتر أن يقول أن الرئيس ترامب ومعه حق هو يقول عن ترامب معه حق قلق من نمو وصعود الصين ويجب أن يعمل شيء لهذا الموضوع فأمريكا لا تقبل بأن تنتهي هيمنتها عن العالم والصين لا تريد أن تتنازل أو تفقف نموها وهيمنتها ونموها لتصبح الاقتصاد الأعظم وإن كانت هي الآن الاقتصاد الأعظم بالمعايير الـ PPP الذي هو القيمة الشرائية هي أكبر اقتصاد ولكن رئيس ترامب نفسه قال أن الاقتصاد الأمريكي قد يصبح ضعف حجم الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد الصيني قد يصبح ضعف الاقتصاد الأمريكي هذا وضع لا يمكن أن تقبله أمريكا الصين ترفض أن تجلس مع أمريكا لصياغة نظام عالمي جديد يتفق عليه لأن أمريكا تقول هذا النظام الحالي يظلم أمريكا وكله سيء وكله يجب إعادة النظر فيه مع العلم أنه صيغة من قبلها كل الاتفاقيات الدولية صاغتها الولايات المتحدة ولكن تقول الآن الزمان تغير هذه الاتفاقيات لا يجوز أن تبقى نحتاج إلى نظام ست جديد الصين تقول أنا مرتاحة بالنظام العالمي وما عندي أي اعتراضات عليه فإذا يجب أن أجبر الصين للجلوس على الطاولة إذا جلس العملاقان سينتج اتفاق كما كل الدنيا كل تاريخنا الحروب تنتهي بالجلوس إلى المفاوضات والمفاوضات تنتهي إلى اتفاقيات وبعدها على مرحلة سنتين على الأقل سندخل في بداية انتعاش الاقتصاد العالمي وبعده ازدهار عالمي نعم دكتور تلال سأتوقف مع فاصل ثم نعود لنتابع الحلقة أهلا بكم مشاهدينا مرة جديدة في بين قوسين أتابع الحلقة مع الدكتور تلال أبو غزالة عامل المعرفة أهلا بك دكتور مرة جديدة جوابا باختصار على التفضلت فيه دائما بيقولوا أن الكبار لا يتقاتلون وبالتالي إذا حصل أي صدام عسكري بين هذا الكبار ممكن تخرج أمور عن السيطرة وما يجلسوا على الطاولة وبالتالي بيصير فيه تطورات متسارعة وتفلت الأمور من السيطرة كليا وما يعود فيه لا اكتصاد جديد ولا نظام عالمي جديد وبالتالي مندخل بيئة المجهول كيف ترد لو سمحت الاختصار على هذه المجهولة؟ أنا أحترم الرأي الآخر ولا أدعيها بدل أن أملك الحقيقة هذا اجتهاد آخر أنا كل قراءاتي وكل ما أطلعت عليه يؤكد أن أمامنا حرب من نوع جديد كما قلت ليست جيوش تواجه بعضها سوية صواريخ سوية حصار على بحر الصين الجنوبي حصار على الصين اليمنى عند دخول النفط إلها إجراءات مختلفة ضرب باخرة في الطريق ضرب لآخره بما يستفز الوضع للجلوس إلى الطاولة نعم دكتور طلال سؤال الآن عن صندوق النقد الدولي في نظرة متباينة بين فريق كبير وفريق آخر بيعتبر الصندوق ما عم بيساعد الدول بالعكس عم بيزيد من ديونه وعم بيخليه رهن للديون السقيلة على البلد وأنه عم بيصير فقير أكثر وأكثر بلد عن الوضع اللي قبله لا وفريق آخر بيقول لا أنه عم بيساعد الدول ويحسن على الأقل من مديونياتها أنت إيش رأيك بنظرتك على الصندوق والبعض بيعتبر أن الصندوق أدات فيه بيد أمريكا يمكن الذي بدنا نعرف نحكم على الصندوق يجب أن نذكر كيفية تكوينه الصندوق ليس أحد مؤسسات الدول الأمم والتحدة وليس جمعية تنمية ولا جمعية خيرية هو مؤسسة فيها شركاء الشركة الأكبر طبعا أمريكا وبالتالي المتنفذ الأكبر في القرارات أمريكا ولكنها مجموعة دول ومنها دول عربية كالمملكة العربية السعودية هذه المجموعة تملك الصندوق تملكه وبالتالي هي التي تدير شؤونه الصندوق دخله هو من المفوائد التي يحصلها من الدول من الدول اللي يقدم لها الاستشارات إذا كان هناك خطأ فأنا ألوم الدول بدل ما ألوم الصندوق أنت يا دولة عليك أن تطلبي من الصندوق استشارات وأنا أقول أننا نحن دائما نطلب من الصندوق أن يفصل لنا لنلبس أبدا أنت تقدم برامجك والصندوق فيه خبرات عظيمة وأنا أعرف الكثير من المسؤولين فيه خبرات قديرة استفيد من رأيها كرأي آخر إنما أنت صاحب البيت يجب أن تعمل الخطة التي تريدها وعلى ضوءها تجلس مع الصندوق لتتناقش وتتحاور وتفصل ما يناسبك وليس ما يناسب الصندوق الصندوق دور الأساسي دورين له تقديم الاستشارات وهو بأساس جيدة فيه خبرات عظيمين ودور الآخر هو تقديم القرون وليس بالشرط دائما ولكن نتيجة هذين الدورين يفرض عليك شروط ففرض الشروط هو المشكلة التي يجب أن تتقبلها ولا يجوز أن تتقبلها إلا إذا كانت أهم من الوضع الذي أنت فيه نعم دكتور طلال أيضا سؤال ثاني عن عائلة روتشلد ما تعتقد عن السيطرة التي تقال دائما عائلة روتشلد والسروة الخرافية التي تملكها وأنه عم تديول السيطرة على الاقتصاد العالم من جيل إلى جيل فيه رأي تاني بقول أنه كله خرافة وما إلى وجود بقى العائلة وأيضا الأبناء هني أصلا بدعي ومع بعضهم هني أولاد العم وغير ذلك أنت إيش رأيك إذا هل عندهم يد طولا نعم لا العائلة موجودة وأنا كان لشرف أن انتقيت مع إيفلين روتشلد في قصر وينتسور جلالة الملكة بريطانيا موجود هذه العائلة وموجود استثماراتها بس نحن في عالم المعرفة وإذا كان هذا الكلام إلو دور وكان إلو دور خصوصا في مرحلة منتصف القرن الماضي إنما الآن الثروة ليست عند روتشلد ولا عند بانكوب أمريكا ولا عند بان أمريكا الثروة الآن هي في المعرفة شركات المعرفة الأربعة الكبرى لكل واحدة منهم حجمها تريليون هي متنفذة وهي أكبر من دول روتشلد حجم ترته مهما كبرت ما بتعادل دولي واحدة من الأربعة شركات سواء جوجل أو أمازون أو أبل هذه الشركات كل واحدة منها بحجم 50 دولة الأصغر في العالم تصور شركة حجمها 50 دولة قصة روتشلد الآن أنا أقول وفي أزمة الأزمة التي نعيشها الله يعين روتشلد وعائلة روتشلد واستثمارات روتشلد نعم دكتور طلال أيضا سؤال عن الدولار والذهب عم بتشوف صعود الدهب حاليا البعض عم بقول رايح 3000 دولار وغير ذلك هل بترى فيه انهيار للدولار وحيكون فيه طلب قوي على الدهب ولا الدهب انتهى خلص هي هاي قصة طويلة بتنحلش بنقطة لأنه يجب أن نتذكر أن الدولار كانت أيضا نتيجة اجتماعات بريتن وود عندما تنازلت بريطانيا عن الإسترليني كعملة قياس وعملة احتياط وأصبح الدولار هو الملك الآن الدولار هو الذي يتحكم في العالم كله باستثناء الصين يعني الصين هي الدولة الوحيدة التي أثناء مفاوضاتها للانضمام إلى المنظم العالمي الاتجارة رفضت أن تربط عملتها بالدولار ولذلك هي قادرة الآن كما أمريكا قادرة أن تطبع أي كمية من عملتها المحلية كما أمريكا تطبع باستبرار من عملتها وما تدخل الآن من أموال بالتريليونات لإنقاذ الاقتصاد هو لأنه عندها المطبعة هذه المطبعة ليست موجودة عند ولا دولة عربية ولا دولة غربية فقط عند أمريكا الدولار يبقى أداة سياسية وأداة اقتصادية هامة لن ينتهي دوره وإن شاء الله ما ينتهي دوره إذا انتهى دوره بدون اتفاق مع الصين نهار النظام المالي العالمي كله أنا أتوقع أن يحصل من ضمن ما أتوقع من مواضيع مفاوضات رئيسية الدولار هو أحدها عندما يجتمع العملاقان قبل وضع نظام عالمي جديد عندك الملكية الفكرية عندك الدولار عندك النفط عندك مواضيع كثيرة موضوع بحث أما موضوع الدهب فالدهب أيضا يقرر الدولار وسياسة الدولار فإذا ما هو موضوع يمكن تحديده بالعلم وبالتحليل هو موضوع مزايدات والمضاربات وبالتالي ممكن المضاربة تقرر أو السياسة التي تحدد المضاربات تقرر رفع الدهب يرتفع تقرر أن تنزله وبتنزله الملك هو الدولار يعني ويبقى عرش الدولار تعتقد بهذه الفترة بس سريعا يعني يبقى ماذا؟ يبقى الدولار هو سيد العملات هو سيد العملات الآن أنا أقول حتى في إحدى مقابلاتي قلت أقوى سلاح بيد أمريكا هو الدولار ليس الطائرات ولا الدبابات ولا البنوك ولا السياسة ولا مجلس الأمن الدولار هو الذي يدمر دولة أو شخص أو مؤسسة بجرد أن أقول ممنوع التعامل بالدولار مع هذه المتولة أو هذه الشركة أو هذا الشخص أنت قضيت عليه فما في شك أن الدولار هو الملك ويبقى الملك نعم شكرا لك عامل المعرفة الدكتور طلال أبو غزال على كل هذه المعلومات شرفنا في هذا اللقاء وأيضا بالإجابات مشاهدين إلى هنا تنتهي الحلقة نلتقي معكم دائما في حلقة مقبلة من بين قوسين شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة